موسيقى مشاهدي ومشاهدات قناة التاسعة أهل وسهل بكم في موعد جديد من برنامج الألعاب والمسابقات البرنامج الترفيهي والتعليمي برنامج الأطفال برنامج أحييني يعطيكم الصحة يجيكم في موعد جديد كل نهار أحد بداية من منتصف النهار على قناة التاسعة كالعادة والعوايد عنا فريق الأرنب وفريق الغزالة بيش يتنفسوا لنيل الكنز ويواصلوا اللي بداوه في الحلقة الفارتة نذكروا بسكر الحلقة الفارتة 125 نقطة لفريق الأرنب و15 لفريق الغزالة على هذك المنافسة ستكون شديدة هذه المرة وطبعاً نقبل ما نمشي ونبدأ في جوالاتنا اللي هما أربع جوالات وبش نذكروا بعد شوية بقانون اللعبة لكن نقبل هذة كل نمشي ونتعرفوا على شكون؟ على فريق الأرنب الأرنب يعطيك الصحة فريق الأرنب اللي فيه وسيم ويزيد وعائشة نمشيوا نتعرفوا عليهم أكثر عائشة دريدي العمر خمس سنوات الهواية القراءة والرياضة يزيد بن حيلة العمر ست سنوات الهواية الرياضة والمطالعة وسيم بن حيلة العمر 12 سنة والهواية كرة القدم بعد ما تعرفنا على أبطال وبطلات جولة اليوم من فريق الأرنب نمشي ونتعرفوا على أبطالنا وبطلاتنا من فريق الغزالة أمين الميساوي العمر 8 سنوات والهواية الروبوتيك ليليا بن يوسف العمر 7 سنوات والهواية السباحة والرقص علي بن يوسف العمر 5 سنوات الهواية السباحة والقراءة وسيم ويزيد وعائشة وأمين وعليا وليليا بشيت نفسوا اليوم في جولة صعبة جدا كانوا خلاوها الفريق متاع الحلقة اللي فاتت واللي كانت المنافسة فيها زيدا شديدة جدا ومن الأبطال والبطلات في الحلقة اللي فاتت شكون بش يعاودوا معانا زيدا المشركة في الحلقة هذيتون تعرفوا عليهم بعد شوية قبل ما نبدأ السؤال الأول نذكروا بقانون اللعبة يا أطفالنا وطفلاتنا قانون اللعبة يقول أنه الرولات المزينة هذية اللي فيها ببرشة ألوين جميلة وبرشة أرقام الأرقام هذه تحتوي على أسئلة الأسئلة مخصة لفريق الأرنب وفريق الغزالة كل سؤال يحتمل فيه عفواً ثلاث احتبالات والإجابة الصحيحة هي إجابة واحدة فقط الفريق اللي بش يجاوب الصحيح يا فريق الأرنب وفريق الغزالة بش ياخو خمسة نقاط فقط وإذا كان يخسر هيك الخمسة نقاط يمشيوا للفريق المنافس زي عما احنا نجمو نستعينو بصديق ولا بواحد من العائلة متاعنا بش يجاوبنا نجمو من نجمو الشاملة ليه نجمو ويسمى الجوكير أما ننصحكم إينا ننصحكم تفكروا مليحة مليحة قبل ما تستعينوا بالجوكير اللي هي ماما ولا بابا ولا أصدقائنا الموجودين هوني على خاطر كان هو يجاوب الغالب تخسروا 15 نقطة تمشي للفريق المنافس معناها الخسارة ستكون كبيرة جدا نبداو جولتنا؟ نعم متحمسينا؟ نعم نبداوة؟ نعم خليكم زي لتتشوقوا شوية ولمشيوا البودكاست أحياني ونشوفوا وين بشي هزنا اليوم تدور هذه القصة حول دب قطبي اسمه كلوند وصديقه أحياني يعيش الدب في عالم مغطى بالجليد حيث يحب اللعب في السلج والسباحة في البحر زاره أحياني في العطلة في أحد الأيام يستيقض ذات صباح وينظر خارج نافذته ويلاحظ أن الجليد يذوب وأن هناك ثلوجا أقل ومياها أكثر في كل مكان يبدأ كلوند في القلق بشأن منزله وأصدقائه وعائلته يتسأل عما إذا كان لديهم ما يكفي من الطعام ليأكلوا أو إذا كانوا سيتمكنون من العيش بها جليد اذ طر كلوند وعائلته وصديقه أحياني للبحث عن مأوى من الشمس ومكان جديد يعيشون فيه بدلا من موطنهم الذي ذهب فيه الجليد في أحد الأيام استيقض كلوند من غفوة تحت غصن شجرة جليدية ورأى مجموعة من الأشخاص يسيرون نحوه وشباكا في أيديهم يريدون القبض عليه من أجل وضعه في الحديقة الحيوانات في الطريق يلتقي صديقه أحياني المثقف الذي يقرأ الكتب دائما يبدأ كلوند بطرح أسئلة على صديقه أحياني مثل ماذا حدث لكل الجليد؟ من أين أتت كل هذه المياه؟ يقول أحياني قد يكون له علاقة بتغير المناخ الذي يتسبب فيه البشر بمعنى يستهلك البشر الوقود ويحرقونه ويخرج منه غازات تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في كوكبنا فيذوب الجليد وتفقد الدبابة منازلها وحياتها الجميلة فيرد كلوند على صديقه إذن فلنذهب للبشر ونطلب منهم أن يتوقفوا فوراً كي لا نفقد حياتنا ومنازلنا بعد ما مشينا في جولة من جولات أحياني شجرة الحياة نمشي ونبدأ الجولة الأولى والسؤال كي العادة والعويد وكيما يقول قانون اللعبة مخصص لفريق الأر مستعدين؟ مستعدين فريق الغازيلة شكول بش يختارن رقم صعب فك الروليت هذيك؟ يلا أمين هكا اسمك أمينة عرفنا بروحك وبعد امشي دورنا الروليت هذيك أي؟ اسمك واللقب العمر ومنين جيتنا؟ اسمي أمين ولقبي عيساوي أي؟ جيت نصي منين جيت نفكروا نفكروا منين جينا نصينا منين جينا؟ ونسكنوا أحنا فينا؟ في سيدي داود في سيدي داود تحية لك ولكل مشاهدين ومشاهداتنا في سيدي داود تفضلك؟ دور لك الروليت الغزيه ليش؟ 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 أمين نصفقوا على أمين رقم 13 يا فريق الأرنب السؤال فيه يقول ما هي أصغر قارة في العالم؟ سهلة مهلة أفريقيا أمريكيا أمريكا أو أستراليا مهلة للتفكير يا فريق الأرنب كمّلنا؟ شكونا اخترتوا بش يجاوب على السؤال؟ تفضل يزيد هكا اسمك؟ يزيد؟ ما حليل اسم؟ عرفنا بروحك أستراليا أنت أستراليا؟ أنت تولس بكل المزيينة نتعرفوا عليك قبل ما تقول لنا الإجابة؟ أنا أسمي أزيد بين حيلة لا قد ش عمرك؟ عمري ستة سنينة وين تسكن؟ زيت من منوبة أما أصلي من جمّال جمّال مزيينة؟ ومنوبة مزيينة؟ وأنت مزيين وتسكن في زوز بلايس مزيينينة؟ ملا 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 جميلة دي مرحبا بيك وتحية لمشاهدين في منوبة وفي جمّال أعطينا الإيجابة الجميلة الصحيحة أستراليا أستراليا بل قوي هو أرى ويعرفها من بكري غيها وما حابه يخدمه للتفكير تصفيق عليّ يا زيد والإيجابة صحيحة فريق الأرنب محليها كيفيش كيفيش كيفيش؟ فريق الأرنب الفريق الأرنب تربحوِم أوكين؟ نعمل نعمل شترنج مش نحركو قطعة شترنج شكون بشي حركنا قطعة الشترنج من فريق الأرنب وسيم عرفنا بروحكو بعض حركنا القطعة اسمي وسيم بن خلا وجاي من المنوبة بلا نسكن من أصلي من جميل زيدة مرحبا هيويت المفضلة فوتبول وقدش عمرك مرحبا بك ولكل مشاهدينا ومشاهداتنا في ملوبة وفي جميل تفضل وبعد ترجع لبلاستيك وتقول لنا شنو عملت بالضبط شن في رحة حصار القلعة محاصرة يا شباب خمم؟ بشنا اعملنا؟ بشنا حاصر بي الملكة تسيطة تقلعة حتييتها غاة يا غزيلة يا ني رقدت الغزيلة الغزيلة رقدتها رقدت الغزيلة ليش باية ما تتكلمش الغزيلة حاصركم رو هو توقف مش تربحوه ولي ليه بعد القلعة متاعكم محاصرة عا مش لمشيوا احنا لسه ايه متاع فريق الغزيلة ولي تنجموا انتو ما زادة تربحوهم وتحاصروهم اوكي مستعدينا مستعداتا هات نمشيوا وكل جميع اللي يشوشوا من هنا فما واحد اسمه يزيد اسمه مزيان وهو بمشوش نمشيوا قبل ما نعطيه السؤال لفريق الغزيلة ناخده فاصل وهنا رجاي